عمليات تسلل إلى مواقع المقاومة لكنها فشلت وهو ما دفع بقوات الجيش إلى شن هجمات عنيفة على تجمعات ونقاط كانت ميليشيا الحوث وقوات الرئيس المخلوع تحاول استحداثها في مديرية القبيطة بريف محافظة لحج الهجوم المعاكس لقوات الجيش الوطني والمقاومة الذي يأتي كرد سريع على تحركات الميليشيا في المديرية دفع بعناصر الميليشيا إلى التراجع عن محاولة الوصول إلى نقيل نجد الوزف والذي يعد خط تماس فاصل بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوث والمخلوة حاول الحوثيين أن يتسللوا في هذا الأسبوع ثلاث مرات إلى نقيل الوزف ولكن الحمد لله قمنا بصدهم والضرب عليهم بالدبابة بي ام بي وقد تكبروا خسائر في الأرواح وفي المعدات التضاريس الوعرة من المديرية لا تشكل عائقا بالنسبة لأفراد الجيش والمقاومة كما يقولون فهم من أبناء المديرية ويواصلون التحرك في مواقعهم لصد أي هجوم للميليشيا بالإضافة إلى مهمة إمداد قوات الجيش وأفراد المقاومة بالمؤن والذخائر والمياه تأمين الجبهة هنا يتطلب جهودا مضاعفة فحدة الاشتباكات في المديرية ترتفع من وقت إلى آخر دافعة بالجيش إلى مواصلة حشد أفراده في كل اتجاهات الجبهة وهو ما ينبئ بدخول الجبهة فصلا جديدا من عمرها عبر محاولات تصعيد الميليشيا في ريف المحافظة اشتركوا في القناة